اشتركوا في القناة وبعد فأقول هو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمد القصاله السنية ابن عاشم واسمه عمرو ابن عبد مناث واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء العليا ابن عبد مناثمه ابن عبد مناثمه واسمه مجمعو سمي بقسي لتقاصيه في بلاد قضاءة الكسية صلى الله عليه وسلم إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حمى واسمه حمد واسمه حمد ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة ابن كاب ابن مغيب الغالب ابن فره واسمه قريش وإليه تنسب البطول القرشية الله تعالى وما فوقه كنالي كما جنح إليه الكثير وارتغى الله تعالى ابن مالك ابن ماذرب ابن كنال ابن خزيمة ابن مذركة ابن إليه وعاذا وهو أول من أهد البطل إلى الرحاب الحرمية واسمه الله تعالى والله تعالى والله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباء ابن مضر ابن نزار ابن مهد بن عدناد وهذا سلك وضمت فرائده بنان صنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشار وأباه وعظمان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبيا إلى الذبيع إسماعيل نسبته ومنتماه ومنتهى فأعظمه من رقب تعلقت كواكبه الضرية وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسبه تحسب العلاب حلاه قلبت على نجوم على الجوزاء حب ذائق نصود دو وفخار ألت فيه اليتيمة وأصماء وأكرم به من نسب الفحر الله تعالى من سفاء القاهلية أوردنا الزين العراقي وحالده في مورد الهلي روى حفظ الإله كرامة لمحمد الله تعالى الله تعالى اللعنبي من آدم وإلى أبيه أمه صراط صراط نور النبوة في سارير غنرهم البيه وَبَدَرَ بَدْرُهُ فِي جَبِينِ جَدِّهِ عَبَدِ الْمُطْطَلِبِ عَبْلِهِ عَدِّ اللَّهِ عَطْرِ اللَّهِ يَلْكَرِيمِ يَلْكَرِيمِ عَلَيْءٍ يَلْكَرِيمِ يَلْكَرِيمِ